هرب أكثر من 30 ألف لاجئة إلى السودان بعدما شنت الحكومة المركزية في إتيوبيا حملة عسكرية في منطقة تيجري الشمالية في الرابع من نوفمبر وقال لاجئون لوكالة أسوشييتد بريس إنهم واجهوا معاناة كبيرة في الخروج من مناطق الصراع فضلا عن نقص المساعدات الإنسانية ما يعرض حياة الألاف للخطر في ظل استمرار عملية النزوح فيما أكد اللاجئون الإتيوبيون ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في تيجري حيث تم قطع الخدمات الأساسية عنهم من مياه وكهرباء واتصالات مشيرين إلى سقوط عدد كبير من القتل والجرحة بين صفوف المدنيين